الانتين مشاهدين معد موجز لاهم الأخبار معالمية الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مقطة التطوير على أن تقوم اللجنة بدرسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل الأول من يوليو المقبل كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرحا يضم رفاة عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفاعة الوطن على أن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء بحيث يشمل المتحف السيارة الذاتية لعظماء الوطن ومقتنيتهم ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه التوجيهات تأتي انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق يترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيره العراقي محمد شياع السوداني اليوم اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ومن المقرر أن يتم عقب اجتماعات اللجنة العليا التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات كما يعقد اليوم منتدى رجال الأعمال المصرية العراقية وكان مدبولي قد استقبل أمس بمطار القاهرة الدولية نظيره العراقية الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى تنطلق اليوم ثالث جلسات المحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر وتنقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة والسياسة ملكية الدولة على مدار جلستين متتاليتين أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام بينما تناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتوازي ملف دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والاقتمان والديون يشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في غدا الأربعاء في جلسة نقاشية رفعة المستوى بمجلس الأمن حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام وأوضح الأزهر في بيان له أنه من المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل وأهمية ذلك في نشر السلام واستدامته كما سيصلط الإمام الأكبر الضوء على رسالة الإسلام السامحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين أكد رئيس الأوكراني بلوديمير زلنسكي أن كيب تمضي قدما في الهجوم المضاد الذي تعد له منذ أشهر ضد القوات الروسية وذلك رغم صعوبة القتال وقال زلنسكي في كلمة له أن بلاده استطاعت أن تستعيد سبع قرى من القوات الروسية من جانبها قالت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها شاركت في أكثر من عشرين معركة عنيفة في الساعات الأربع والعشرين الماضية على الجبهة الشرقية والجنوبية تعهد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتكثيف إمداد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الهجوم المضاد وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس البولندي أندريا دودا والمستشار الألماني أولف شولتس في قمة ثلاثية في باريس إن الغرب فعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا وسيستمر في تكثيف تسليم الذخيرة والأسلحة والمركبات المسلحة ورياضيا أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغال فيتوريا مرنه الأول بمدينة مراكش المغربية وذلك استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في المباراة المقرر لها يوم الرابع عشر من يونيو الجاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها كوتيفوار واكتفى لعبوة النادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية واستشفاء عقب مشاركتهم في مباراة الوداد المغربي والتتويج بدور أبطال إفريقيا بينما خاض باقي اللاعبين مرنهم بشكل طبيعي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب مشاهدين انتهى موجز أثامنة وعودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل